سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم آخر الأخبار كشف المشرف العام على صندوق الترمية العقاري السعودي خالد العمودي أن الصندوق يتجهل لتسريع إيداع الدعم قريبا في حسابات المستفيدين قبل تزور رواتبه مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الدعم العقاري وصل إلى 84 ألف مواطن ووفقا لصحيفة التواصل السعودية جاء ذلك الإعلان على هامش معرض سكني أكسبو جده 2019 الذي افتتحه أمير منطقة مكة المقرمة الأمير خالد الفيصل في جده أمس الإسنين والذي سلم الفيصل خلاله وحدات سكنية لعدد من المستفيدين من الإسكان التنموي وكشف العمودي أن تأخر إيداع الدعم حاليا إلى أسباب تقنية كاشفا أن نسبة من أودع لهم الدعم الشهر الماضي خلال 24 ساعة بلغت 99% وأشار العمودي إلى أن الصندوق يعتزم مراجعة نسب الدعم المقررة حاليا لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال يذكر أن معرض سكني أكسبو جده 2019 الذي انطلق أمس الإسنين 15 إبريل ويستمر حتى 24 من الشهر ذاتي يقدم حلولا تمويلية تلبي رغبات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر